السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 18 تشرين الاول اكتوبر وبما انه توقعاتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود في برج الثور يعني هو في موعد بث الحلقة بيكون لسه في مرحل الانتقال ولكن من بعد الساعة تقريبا بساعة المساء الساعة 8 بيكون انتقل مساء يوم الخميس بتوقيت جرينيج انتقل لبرج الثور اذا اليوم الجمعة القمر بيكون استقرر في برج الثور ورح يظل موجود في برج الثور لغاية الساعة 8 و6 دقائق مساء يوم السبب بتوقيت جرينيج القمر الآن موجود في منزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 9 و34 دقيقة بعد ظهر يوم الجمعة بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد بما أن القمر اليوم موجود في برج الثور معناته اليوم نصبح أكثر حذرا من ميل لحماية ممتلكاتنا نادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا وأن لا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء وأثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو الاهتمام بالعقارات بشكل كامل أو قضاء وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون الساعة 7 و14 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هذه الزاوية هي مصدر للتوتر وخصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين من زيادة الأحمال أو الضغوط فممكن بعدم تركيزهم يتعرضوا لبعض الحوادث وما منحسن التحكم لا في أفكارنا ولا في كلامنا ولا في ذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون الساعة 5 و12 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانيتش نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبإمكاننا تعزيز الحدث لدينا لأنه عنا قوة وبرضو بتعزز لدينا الحسب المسؤولية هي مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للأعضاء الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا كل أعضاء الجسم أنا برضو هذا اليوم ما بنصح بإجراء العمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية ولكن هاي الأعضاء اللي رح أذكرها ما بنصح نهائيا عمل عمليات جراحية لإلها العنق، الحنجرة، الحبال الصوتية والغد الدرقية واللغزتين وتفاحة أدم طبعا زي ما حكينا ما بنصح بإجراء العمليات الجراحية لأنه القمر ما زال بمراحل الاكتمال ولكن فترة جيدة إلى اللي بدي يعمل حجامة أو بده يتبرع بالدم أيضا هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي، لا يصلح للصبغ، يصلح للحنة وأيضا لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه استقر في برج الثور خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت بيبدأ الساعة سبعة واثنين وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبينتهي الساعة ثمانية وست دقائق مساء بتوقيت جرينيتش أما بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر انحسار المكتمل عمره ستعشر يوم الآن الساعة ثلاثة وسبعة وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش نبدأ باليوم السبعة عشر نهاية اليوم نسبة الإضاءة بتكون ثمانية وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم اثنين وعشرين عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة خمسة عش في المية القمر في الثور حتى يوم تساطاش عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة 5% في ساعات المساء منتحس بنسبة 40% عطارد في العقرب حتى يوم 12 سعيد بنسبة 45% الزهرة في العقرب حتى يوم 11-11 سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معا فرصة مالية ممكنة تكون مفاجئة بالنسبة لك أو تدخل تحسين على ميزانيتكم بتطالعك فترة غنية بالواجبات ويجب توظيفها اجتماعيا مهانيا حاطفيا وحاول انك ما تضيع الفرص واضف طاقتك الذهنية البناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات وناقش بوضوح برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي الحضوض قوية والنتائج حاسمة وما بيستطيع أي شخص منافستكم يطوي صفحة من الماضي ترتفع المعنويات مجددا وبتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية وتعتبر فترة من أفضل أيام الشهر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم بسود الهدوء بعض أوقات بيكون في بعض الملل بتراوح أعمالك مكانها بتخيب أعمالك لسبب أو لآخر حاول أنك ما توقع العقد وما تحسن أمر لأنها فترة فارغة من الطاقة والحض فما تراهن عليها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان ابتسعدهم اللقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم كون مخلص لصداقاتك أو أعودك ممكن تحصد تأييد من بعض الأطراف كثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر وبتفرحوا بانتصار مهني أو اجتماعي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبتحمل هاي الفترة ضغوط على عدة أصادي ممكن شوي تكون هاي الفترة متوترة وممكن يكون في بعض المواجهة أو ارتباط مهم بيسبب لك نوع من أنواع التوتر حاذر من العناد والمشاعر السلبية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء اليوم بيصلكم خبر من بعيد بعضكم طبعا وبتنجحوا في مسائل تتعلق بسفر أو اتصالات وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم أو البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم تطمئن خواطرك هاي الفترة ممكن ترغب بخوط تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أي فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر حاول أنك ما تغامر بموقعك وحاذر النزاعات والتذمر والتمرد وقوم بواجباتك بشكل تام برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب هذا اليوم مناسب للقيام بعمل واتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم حافظ على هدوء عصابك نفرد صوتك بتكون الضغوط كثيرة ولكن بدك تحاذر من تأزيم أي خلافات وبرضو حاول أن يكون كلامك واضح تفادي لأي التباس أو سوء تفاهم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه عندكم قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة بتلاحقك الاتصالات بتكثر المسؤوليات العائلية والمهنية نظم مقتك وما تتأخر ممكن تهتم بانشغالات مالية أو تساؤلات حول قدرتك على التحمل أهم شيء أنك ما تشكي بنفسك وبعضكم ممكن يكون عنده انشغالات صحية برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجدي بترغبوا في التقرب من أحباكم تعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أهم شيء ما تبالغوا في تجربة حظكم المالي أنتوا على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي اتجنبوا الانتقادات واسعوا لتلطيف الأجواء بتستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة وحاول إتمام العقود والصفقات التجارية برج الدلو من نسبة لموليد برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية خصص فترة من وقتك للاهتمام بمتطلبة العالية أهم شيء الجو ضغط والمسؤولية كبيرة عليك اليوم ممكن تكون على ارتباط مهم فما بجوز الفشل فبدك تصفي ذهنك وترتب أمورك معكم ممكن يكون عنده مصريف زيادة منزلية برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت بتنشطه بالدراسة والسفر والاتصالات خلال هذا اليوم ويعتبر هذا اليوم من الأيام المناسبة للخروج في نزحة أو الترفيه عن النفس وبرضو بيكون لكم نوع من أن نعاعد تعامل مع أخ أو جار أو حبيب بتتمتعوا بقدرها الذهنية كبيرة وجراء في التعبير والوصف أهمش أنك ما تسكت اسمع صوتك بنقاش واضح بدون كلام مبهم عشان ما تنفهم خطأ ونظم جدول أعمالك تفادي للإهمال أو التقصير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر